هنا يلتقي الباحثون عن مساحة تواصل مع الآخر يلتقي القراء العاديون الذين ينشدون جديد المعرفة وحصاد المكتبات في رحاب الكتاب الذي ظل الشكل الأمذل لاحتطان ما أنتجه العلماء والمفكرون والباحثون والأدباء يحتفل الجميع هنا مع قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بإصداراتها الجديدة التي ترم إثراء المشهد الثقافي في سياق رؤية جديدة لتسهيل اللقاء والتواصل بين القراء والكتاب عندما نلتقي في مناسبة كهذه نكرم الكلمة ونحتفي بالحرب والانتقاسم الفرحة مع سدنتها فنحن لا نفعل أكثر من إعادة جزء من شريط حياتنا الثقافية حيات كان الكتاب مركزها وفيئها الذي استغلت به على بدا قرون من العطاء والبوح والضياء ها هي وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان تنشر اليوم خمسة مؤلفات ذمينة هي كتاب قلائد الجين على نحور ألفاظ قرات العين وهو مخطوط من تأليف محمد دميل المحدد المختار الحاجي الوداني وتحقيق الطالب أحمد والأطوار الجنة وقد طبع في مجلدين اذنين كتاب الممتع المحيط من كلام أهل الشنقيط تأليف الأستاذ اسماعيل المحمد يحضيه وهو الجزء الرابع المسوعة للمؤلف سبق وأن صدر منها ثلاثة أجزاء كتاب الرحيل إلى الدولة دراسة في تاريخ المجتمع والسلطة في موريتانيا تأليف الدكتور محدد المختار والسدي محمد كتاب الخطوة المخطوط في بلاد الشنقيط تأليف الأستاذ محمد نحمد سالم كتاب ودان إحدى أقدم حواضر بلاد الشنقيط تأليف الأستاذ محمد نحمد الكتاب خمسة مؤلفات جديدة طبعتها وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان هذه السنة تتنوع في نطاقها من الدراسات الإسلامية والتاريخية والأدبية والاجتماعية وقدم مؤلفها نبذة عنها وتعريفا بأهم أفكارها ومحتوياتها وقد تم تسليم نسخ من المؤلفات في نهاية الحفل لمؤلفها بعد أن اكتملت مراحل طباعتها وأجازتها لجنة النشر الألمية بالوزارة